السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحباً بالجميع أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف إذن هذه الحصة مخصصة لمستوى الثانية بكالوريا فيما يتعلق بدرس الاحتمالات وهي من الدروس المهمة التي يهملها أغلب الطلبة لأنها ظن منهم أنها لا تطرح إلا في الدورة السدراكية وهذا شيء خاطئ لأنه ممكن أن تكون هذه المواضيع أو هذه المواضيع تطرح في الدورة الأولى ولهذا أحذركم لأنه الطالب أن يكون ملماً بكل مقرر تانية بكالوريا حتى يتفادى مثل هذه الأخطاء أو هذه الاحتمالات الخاطئة إذن على كل فالموضوع الذي سأطرح عليكم هو موضوع سهل جداً ويقدر تذي مننا أو منكم فقط تطبيق الخاصيات المعروفة أما في من يتبع حتى عني التمارين الصعبة فهناك عدة تمارين أو مواضيع سبق لي أن اقترحتها في قناة باكون بوش يمكن لكم توصلوا لها عن طريق البلايليست سيكون هناك مجموعة من التمارين المهمة إذن على كل فالموضوع هو أمامكم الآن يمكن أن أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعه وسنعمل على ترجمته حتى يستفيد الجميع إذن لتكون أو إنا كما يسمونه فهو يتكون أو يحتوي على تمانية كوريات تحمل الأقام صفر وان ودو وكار إذن فالكوريات فهي طبيعة حال لا يمكن التمييز بينها من حيث اللمس أنتغ أو أزاق السيمطان مو روابو دولورني إذن هذه الجملة فهي جملة مهمة جدا يجب كتابتها في بداية الإجابة لأنها هلا غتبيلك غتخدم سواء بلا كومبينيزون سواء بلا رنجمون سواء باديك القراءة ألفا أين أو سبي دوك عندكم ثلاثة احتمال ثلاثة طرق طبيعة الحال إذن في السؤال لو لعدنا احتمال لحادة أ خاص يكون أكين إذن من بين الكوريات تاكورا ما تكون تأخذ أو فيها رقم زيرو لحادة بي خاص يكون الجوداء ديال الأعداد اللي كنا في البول المواتاتات الأعداد خاص تكون طبعا تها يعني ثم السؤال الحادة السي خاص يكون مجموع الأعداد اللي هي في الكوريات الثلاث خاص يكون يساوي خمسة إذن أولا نبين أن الحادة أو الحادة يساوي خمسة على المعطاش ثم استنتيج بي دو بي مونتري كب بي دو سي إقال عن ستيام يكالكولي بي دو أ سي يعني فهو هنا يتسمى اه احتمالات الابروباتي كونديسيونال إذن أو احتمال شرطي الابروباتي ذو الفينومو أ حيث أن الحادة سي فهو محقق إذن في بدء الإجابة عن هذا التمرين لابد من طرح المعطيات أمامكم إذن عدنا تمنياق ديال لبول بحيث تحمل جوج يحمل أعداد سفر وعدنا وحداق تحمل واحد وعدنا أربعة تحمل العداد جوج ثم أخيرا عدنا أربعة إذن أول حاجة وهو أننا نسحب نسحب في آن واحد إذن سنكتب بالرغة العربية حتى يستفيد الجميع بآن واحد ثلاث كوريات إذن ميناء إذن كاردينال دو أوميغا أو مجموعة السحابات الممكنة وهو أن نتناخد ثلاثة منظم ثمانية إذن باستعمال للآلة الحاسبة ستة وخمسين هنا ما كيش مشكل إذن فالحادات آ إحنا أشنو الهدف دينا هو يكون هاد الكوريات مينكون تشي واحد فيهم يحمل العدد سفر إذن ما معنا إما غد يكون إما واحد وإما جوج وإما أربعة إذن باش مينكون تشي حادات يحديث السفر إحنا عدنا كم كرة تحمل عدد السفر عدنا كرتان تحملان العدد السفر إذن إلا عدنا جوج كرات تحمل عدد السفر قولنا ستة كرات لا تحمل لا تحمل العدد السفر إذن فالمطلوب منه وهو أخذ تلك الثلاث كرات من ضمن العدد الكرات التي لا تحمل عدد السفر أي من ستة وتبقى دائما هنا كاردينال دو أميغا تنظر بأن الأمر بسيطة جدا دوغ غاد دلو استعمال الحاسبة غاد غاد عدنا كان سنك سور كاتورز بعدنا اغتزال غاد نشوف الحادث بي إذن بالنسبة الحادث بي غاد نحاول نجاوب عليه بطريقتين طريقة الأولى وهو أنه بدون استنتاج وثم بالاستنتاج بمعنى آخر إذن أو لبطو دي نمبر تبار لتروا بول تغير إذن إذن ما معنى هذا إذن لبطو إذن طالع فك بأن un بطو إذن 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 بول اللي خاصنا ناخدو الثلاث كوريات خاصة وحدة فيهم تكون تحميل الصفر أو حالة الأولى أو أن عدنا جوش كورات تحملان العدد صفر بينما هذه لا تحمل صفر وهذه لا تحمل عدد صفر ولا غط هنا لا تحمل عدد صفر إذن ف لبطو إذن باش ناخدو كورة من الكورات التي تحمل الصفر والتي عددها إثنان ثم غد يبقى جوش كورات نأخدهم من الكورات التي لا تحمل العدد صفر أي ستا ثم إذن بالنسبة لهذا إما غد ناخدو جوش كورات من التي تحمل عدد صفر وغد بقى لنا كورات من ضمن الكورات التي تحمل عدد صفر ثم sur كاردين دو عميغا دو غد قا بيان سور هي 30 plus 6 sur 56 soit 36 sur 56 دو c'est 9 sur 14 هذي الطريقة الأولى ولكن حذاري لأنه في الامتحان لن تعتبر هذه الجواب صحيحا لأن استنتج وماذا ما قال استنتج يعني خاصك تستخدم الطريقة اللي بغوهما ألو هنا تلاحظوا بأن هذ بي ما هو إلا الاحتمال ديال نو أبار يعني أن هذا هو عكس الاحتمال ديال وتلعبوا بأن الاحتمال ديالعكس حسب الدرس هو موان دو أق دونك سي موان سنك سور كاترز دونك سي نف سور كاترز تلاحظوا بأن نفس الحل أو نفس النتيجة إذا هنا هدا 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 هوا الجواب الذي يجب أن تستعملونه إذا غام شو نشوف الحادث السي بي أن الحادث السي إذا سي غد رجعو لنشوف أشنو السي بعد إذا سي قل لس س دون بأن الأمر واضح إذا ناخذ نحن ثلاثة كورات إما غد تحمل رقم صفر ونعطيه هادي واحد وهادي ربعة هاو مجمو خمسة أو نعطيه هادي واحد وهادي جوج وفرق جوج إذا هادي من الحالة لكينين وبالتالي إذن خاص ناخد كورة تحمل رقم صفر وعددها جوج وناخد كورة من ضمن التي تحمل عدد واحد إذن اللي هي واحد وآد ناخد كورة من ضمن التي تحمل رقم اربعة اللي هي واحد أو هادي اضافة زائدة وحد من ضمن وحد وجوج من ضمن كورة تحمل الرجع للي هي عددها اربعة sure مادة كاردينال دو اوميغا دو سوف مدوني 2 plus 6 sur 56 soit 8 sur 56 اختزال 1 على 7 الآن بنسبة استعمال آخر donc la probability de A sur C تنقدروا كسبوها حيانا في لعدك يعني هي la probability d'A حيثو أن C محققة إذا عدنا واحد لفورمي كيف فو لابعند يوجد P de A inter C sur P de C حيثو أن ترجمو ما معنا A inter C هذا حدث يعني ما لا يعني أنه لا يوجد أولا حدث A لا يوجد أولا أولا بول نبور لنمور لنمور 0 هذا فيما يخص الحدث A حدث C la somme de nombre sur البول تيري اتقال a 5 سا فدي كو إذا خص نستثنى فقط الكورة اللي فالصفر إذا قد قعدنا إما واحد جوج وخرا جوج وبالتالي على لنمور 0 لنمور 0 وخرا جوج في ترجمة الزامنة انا تبدأ بالقبض هذا شكور سيزان 28 multiplié par 7 donc 3 sur 4 donc voilà on a terminé donc avec ce sujet donc c'est un exercice plus ou moins difficile ça n'engendre pas de cas difficiles ça n'engendre pas des choses plus compliquées donc il suffit tout simplement d'appliquer vos relations que vous avez dans votre cours alors je vous remercie de votre compréhension je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt